ودعى تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم سلطاناً على الأرواح النجسة حتى يخرجوها وعشفوا كل مرض وكل ضعف وأما أسماء الاثنى عشر رسولاً فهي هذي علش يا سامو الهوقفك كل شوية هنا تحديد المرسلين وتحديدهم بالأسماء ده أول شيء في الإرسالية لما نوى يبعت إرسالية لازم يحدد مين اللي يبعتهم وحددهم بالأسماء ما قالش اللي يحب يروح ما قالش يلا بينا نروح لا تحديد المرسلين وقال كل واحد باسمه ابدأ من أول هؤلاء الاثنى عشر يا سامو هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع أوصاهم قائلاً إلى طريق أمم لا تنضوا وإلى مدينة للسامرين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحرية إلى خراف بيت إسرائيل الضالة شكراً تحديد الغرض عندما تريد أن تتمم إرسالية بنجاح تحدد المرسلين بأسماءهم وبعدين تحدد أنت عايز تبعثهم لمين ما هو من هو المرسل إليه مش بس بحدد المرسل لكن أنت مرسل لمين فالحقيقة كان في منتهى التحديد هنا يعني إلى طريق أمم الله ضمدوا إلى مدينة للسامرين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحرية إلى خراف بيت إسرائيل الضالة يعني شوف الجميل مش بس بيقول لهم تعملوا إيه لكن كمان ما تعملوش إيه لأنه مراته إحنا رايحين معرضين إن إحنا طب وما له لما نعمل كده حرصاً على الوقت وعلى إهدار الطاقة مش بس تعمل إيه لكن ما تعملش إيه كامل يا سامون وفيما أنتم ذهبون إكرزوا قائلين أنه قد اقترب ملكوت السماوات شكراً تحديد الرسالة أنتم ركزين معايا حدد المرسلين حدد المرسل إليهم حدد يعملوا إيه وما يعملوش إيه وبعدين يحدد الرسالة إيه طب هنروح لقول للناس إيه اللي بعده تحديد العمل يعملوا إيه وهم بينادوا بالرسالة تفضل إقرأ سامون اشفوا مرضى طهروا برصاً أقيموا موتى أخرجوا شياطين شكراً يحدد الرسالة وحدد العمل ثم يحدد أسلوب العمل لألا يعرض عليهم أن تقدم لهم هدايا تقدم لهم أشياء في مقابل ما يعملوش لا يترك شيئاً للصدف ما يجوش مثلاً حد يحب يقدم لهم تقدمة وهم ساعتها يقولوا ناخد ولا ما ناخدش نقبل ولا ما نقبلش يحدد لهم أسلوب العمل كامل يا سامون مجاناً أخذتم مجاناً أعطوا لا تقتنوا ذاهباً ولا فضةً ولا نحاساً في مناطقكم ولا مزوداً للطريق ولا ثوبين ولا أحذيةً ولا عصم لأن الفاعلة مستحقة عاماً متخيلين كم التحديد في الموضوع ده؟ قد إيه ده بيريح؟ طول عمري أحضر مؤتمرات عربي بس لما بدأت أحياناً أروح أحضر مؤتمرات حضرينها أمريكان كنت أفاجأ أنهم بيبعتوا لي البرنامج قابليها بوقت طويل بس البرنامج كان بيتضمن شيء غريب كنت أول مرة أشوفه بيقولولي في كل اجتماع ألبس إيه؟ الدريس كود اسمه كده دريس كود الكود بتاع اللبس وفيه أنواع كتيرة تعلمتها من أنواع اللبس اللي الواحد يلبسها في الاجتماع الفلاني تلبس كذا مش بيحددولي ألوان لكن ستايل بتاع اللبس قدي ده بيريح وأنا بوضى بالشنطة بتاعتي واللي كثير السفر زي حالتنا حس أن دي حاجة مريحة جداً بدل ما يسبوك أنت تألف يحددولك كل شيء ساعتها حسيت أن ده تحضر بس اكتشفت أن المسيح من قبلهم بكتير كان بيحدد الدريس كود للتلاميذ تلبسوا إيه وما تلبسوش إيه وتاخدوا إيه معاكم هذا التحديد الجميل يكشف عن عقلية رهيبة في التخطيط والتفكير في التفصيلات وفي الأشياء لا شوف التفصيلات اللي بعد كده اقرأ سم وقيت مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق وأقيموا هناك حتى تخرجوا وحين تدخلون البيت اتأملوا في التفاصيل بيبدأ لما تدخل البيت تعمل إيه هل تدخل واحد بيرسم لناس خطة بهذا الشكل؟ لما تدخل البيت تبدأ تعمل إيه تفضل وحين تدخلون البيت تسلموا عليه فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليكم ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة وانفضوا غبار أرجلكم الحق أقول لكم ستكون لأرض سدومة وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة شكرا وضع احتمالات الفشل أو عدم قبول الرسالة وتتصرف إزاي في حالة إن رسالتك لا تقبل أعتقد برضو ديني النقطة في غاية الأهمية إنه الواحد ما يباش متوقع إنه كل شيء هيكون إيجابي وكل شيء هيمشي كده سلس وكل شيء لطيف لكن ممكن أوي الرسالة ترفض ساعتها ممكن نحبط نكتائب نعمل إيه لا أقول لك لما يحصل كده فكر في هذا وفي ذلك آخر نقطة في الجزء الأخير يقول لهم ليس التلميذ أفضل من المعلم ولا العبد أفضل من سيده يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده إن كانوا قد لقبوا رب البيت بعلى زبول فكم بالحري أهل بيته فلا تخافوهم لأن ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف الذي أقوله لكم في الظلمة قلوه في النور والذي تسمعونه في الأذن نادوا به على السطوح ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم الشحن المعنوي الرائع وإمداد التلميذ بطاقة جبارة وتزويدهم بكل المعونات الروحية والنفسية لمواجهة هذه الإرسالية هل هناك تفصيل صغيرة أهملها المسيح؟ كلا وضع أمامهم في النهاية الحقيقة يعني بشوفوا كده قائد وسط جنوده وهو يرسلهم إلى المعركة يا لجماله ويا لروعته ويا للطمأنينة التي ملأ بها قلوب عبيده إذا رفضتم لا تشعروا بصغر النفس يكفي التلميذ شرفا أن يكون كمعلم والعبد كسيد هل رأيتموهم ماذا فعلوا فيه؟ لقد لقبوني ببعض الزبون فعندما تهانون منهم ستحصلوا على هذا الوسام أنكم صرتم كسيدكم ثم لاحظوا هذا الكلام رفضكم لا يعني تفاهد قضيتكم ولا خطأ قضيتكم بل بالعكس إن قضيتكم هي الحقيقية وستدور الأيام وتبين من هو الزائف ومن هو الحقيقي لا تخافوهم لأن ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف إن الحق الذي وضعته في أيديكم هو الحق إذا قاوموكم واتهموكم بأنكم تملكون الزائف اتركوا الأيام تحكم وستبين لكم أن ما عندكم هو الحق فلا تخشوهم الذي أقوله لكم في الظلم قولوه في النور والذي تسمعونه في الأذن نادوا به على السطوح إشعارهم بروعة وقوة الحق الذي يمتلكون الحقيقة يعني منتهى الجمال وهو يطلقهم وواضح أنه أرسلهم اثنين اثنين كعادته لكي أيضا يضمن الشحن المعناوي أو التدعيم المعناوي بعضهم لبعض هذا القائد الذي يحرس على التحديد للتفاصيل والتخطيط لا يمكن بقى وده طرح الأخير في هذه الحلقة لا يمكن أبدا أن يكون يرغب في أن نعيش حياتنا بلا تخطيط لا يمكن أبدا أن شخص بهذه العقلية يقودنا يريدنا أن نحي حياتنا ونعتبر أن التخطيط يتعارض مع الإيمان ترجمة نانسي قنقر